رئيس صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر اجتماعا استراتيجيا خاصة لبحث تطورات الأوضاع ومستجداتها خاصة في ضوء اطلاق عمليات عاصفة الحزم ووجه سموه خلال الاجتماع جميع الوزرات والجهات الحكومية باتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات والإجراءات السباقية على أن تكون بمستوى الحدث وأن ترفع درجة اليقظة والحذر والجهزية بين جهزتها لمؤجهة أي طارئ حفاظا على مصالح المملكة ومنشآتها الحيوية وتأمين وتحصين جبهتها الداخلية تجاه ما تموج به المنطقة من أحداثها كما وجه سموه الجهات المختصة بالرصد الدقيق والمتابعة لأن لا يستغلل بعض هذه الأحداث لإثارة ما يبث الشقاق بين طياف المجتمع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتسبب بذلك ولقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال الاجتماع مستجدات الأحداث في المنطقة وعلى وجه الخصوص التطورات في اليمن منوها سموه بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمدء عمليات عاصفة الحزم التي تشارك فيها مملكة البحرين أشقائها بدول مجلس التعاون والتي جاءت بطلب من السلطات الشرعية في الجمهورية اليمنية مؤكدا سموه أن أمن اليمن هو من أمن دول مجلس التعاون وقد قدم الفريق ركن مع الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية إجازة أمنيا بشأن الإجراءات والتدابير لتأمين الأمن والاستقرار في البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر